العشرة من تجار الدواجن بالجملة خرجوا في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية وطالبين بتسوية وضعيتهم القانونية وتوفير مذابح شرعية خاصة رافضين قرار السلطات المحلية القاضي بتخصيص مذبح وحيد مشترك معتبروه مضيعة للوقت وتعطيل لعملية التسويق نطلبوا باش يعطونا مسالخ وان خدموا ويعطونا كواغط باش مين نزيزوش فطريق رغم يزيزونا على بل زيزير نجاين 47 ولاية فيها مسالخ الوسيل اللي ما فيهاش مسلخ شرط علينا واحد عطي هذا الهاتف الدراهم اللي عطيتوها وان عطيها الواحد من اهل المهنة نقدروا نخدموا عنده احنا نجيبوا فياية اشتاع الجيش ب30 مليون ونديروا لاشين في باطوار الجيش ما يوانطي لك شفوا خمس دقائق بها تقاري به احنا من نردوه من قاراج ما نفطروش ما نفطروش بهذا الجيش اللي قادش اليه ما تقدرس قاري بهذا مش دلائد قاري بهذا الجيش الناس اللي والي ما خلصنا حاجة حطينا مسلخ اندي فيدي يا خوي حطينا مسلخ واحدي انا نقوم روحي وجيب لي لي كونترول نخدم قانون تاعك انا نقبل هاتش نخدم قانون تاعي نخدم صوالحي اخويا كي تقع لي غلطة تبق علي قاون اضربوا تجار الدواج اثر سلبا على المستهلك الذي لم يجد ما يبتعه من محلات اللحوم البيضاء انا مصباح نحوص على الجيش ما كانش قاعد سعيدا ضربناها وانا في الرباحياء سيدي عمار سيدي بوبكر ما كانش سيطور ذلك مواطن مواطن زوالي شي هي كل ضرب فاني مصباح انا حوص على الجيش في ولاية سعيدا قال حواني تاعي سعيدا حوص ليهم ما لقيتش نججني دان بين تعنط الادارة واسرار هؤلاء يبقى المواطنون الضحية الاكبر شكرا